كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية بعد محادثات السلام مع الحوثيين وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين سعوديين ضغطوا مؤخرا على المشرعين الأمريكيين ومساعدين رئيس جو بايدن لتخفيف الحظر المفروض على الرياضة وكذا مسؤولون سعوديون للصحيفة حاجة الرياض إلى حماية حدودها الجنوبية مع اليمن والتعامل مع التوترات المتصاعدة في المنطقة